سلمسألة يقول مثل مسقطي المسلس A B C الواقع في المستوى B 6040 مجهول حيث A B أفقه و B C جنبه و A C ميل أعظم A 0 10 مجهول B 25 مجهول مجهول و 1145 نلاحظ أن المستوى معلوم له B H لذلك دائما إذا كانت B V مجهولة فأن التفكير الأول هو في إيجاد B V حتى يتم تحديد المستوى بشكل كامل بما أن الزاوي ألف واحد للمستوى معلومة إذن يمكن رسم B V عن طريق رسم مستقيم ميل أعظم أفقه إذن قمنا برسم مستقيم ميل أعظم أفقه من أي نقطة المهم أن يكون عمودة على B H من المعروف أن النقطة الواقع على B H مسقطها الجبهة سيكون على خط الأرض هذه النقطة مسقطها الجبهة على خط الأرض والنقطة الواقع على خط الأرض سيكون مسقطها الجبهة على B V المجهول إذن بي في هنا مجهولة الآن نقوم برسم مسلس الطول الحقيقة لمستقيم الميل الأعظم الأفقه فنحن في العادي المستقيم واحد اثنين نرسم من النقطة اثنين مقدار دلتا زد ولكن اثنين فتحة مجهولة وبما أن الزاوي ألف واحد معلومة إذن نستطيع رسم هذا المسلس بدلالة استقامة دلتا زد والزاوي ألف واحد المعلومة وهي خمسة واربين فنحصل على دلتا زد بين واحد فتحة واثنين فتحة هنا ادعش إذن نستطيع تمثيل النقطة اثنين فتحة وهي تقع على بي في إذن عندها يمكن رسم بي في يمر من بي اكس ومن اثنين فتحة فأصبحت أصبح بي في معلوم الآن بما أن النقطة اي معلومة بما أن النقطة اي معلومة والمستقيم اب هو عبارة عن مستقيم جبهة إذن المستقيم اب مستقيم جبهة بالتالي مسقطه الأفق يوازي خط الأرض حتى يقطع بي في آش نرفعها إلى خط الأرض ثم موازي لبي في نستطيع أن نحدد على هذه الاستقامة كل من بي وبي فتحة وآ فتحة طبعا النقطة بي فاصلتها معلومة وبالتالي يمكن تحديد بي وبي فتحة وآ فتحة الآن المستقيم آسي هو مستقيم ميل أعظم لم يذكر نوعه فنعتبره مستقيم ميل أعظم أفقه إذن استقامة آسي على الأفقه يجب أن تكون عمودية على بي آش ولكن المستقيم بي سي جنبي وبالتالي بي وبي فتحة وسي وسي فتحة على استقامة واحدة شاقولي إذن بعد رسم مستقيم الميل الأعظم الجبهة الأفقه مما أن سي موجودة على نفس استقامة با على نفس خط التداعي لأن المستقيم بي سي جنبي إذن يمكن تحديد النقطة سي إذن هنا حددنا النقطة سي تقع على مستقيم الميل الأعظم الأفقه المرسوم من اي وبنفس الوقت بي سي جانبي وبنفس الوقت بي سي جانبي لتحديد مسقطها الجبهة يمكن الاستفادة من هذه النقطة نقطة هذا هو المسلس على الأفق A B C الآن لتحديد المسقط الجبهة للمستقيم A C يمكن الاستفادة من نقطة تقاطع مستقيم الميل مع P H فهذه النقطة مسقطها الجبهة على خط الأرض حتما وبالتالي المسقط الجبهة للمستقيم آسي يمر منها ومن آفتحة هذا يمر منها ومن آفتحة ثم نمدده لتصبح سي وسيفتحة على استقامة واحدة نمدده نمدده هنا إذن سيفتحة طبعا حالي خاصة أن سيفتحة تقع تحت خط الأرض وبالتالي المسلس على الجبهة آفتحة بيفتحة سيفتحة إذن نعود إلى المسألة من الأول فلدينا المستوى بي ستين أربعين مجهول نركز في البداية على إيجاد بيفي نرسم مستقيم ميل أعظم أفق واحد اثنين عمود على بي آش وبدلالة الزاوي ألف له نحصل على دلتة زد بين اثنين وواحد وبالتالي نحصل على اثنين فتحة ونحصل على بيفي المستقيم آ بي جبهة فمسقطه الأفق يوازي خط الأرض بينما مسقطه الجبهة يوازي بيفي نحدد عليه كل من آ وبي وبي فتحة وآ فتحة المستقيم آ سي ميل أعظم عمودة على بي آش ثم نحدد سي و سي فتحة بالاستفادة من نقطة تقاطع مستقيم الميل مع بي آش ترجمة نانسي قنقر